بسم الله بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان والشفائها أهلا وسهلا بحضراتكم هنكمل بقى مهمة قوي احنا مازلنا في معلومة طبية نتكلم بقى عن التهاب الايه النكروزي الحاد اللي هو ايه ده بيحصل عادة في الأطفال أكتر دي واحد بيحصل نتيجة ايه نتيجة ان الولد حاجة من اتنين يأما هو عنده مشكلة ان المناعة بتاعته ملقبطة شوية او حصل انه خد خبطة مباشرة في مكان من الاماكن بتاعة العزوم يعني خد مثلا خبطة في الفخد خبطة في الساق خبطة في اي مكان والخبطة او الكادمة دي حصل ايه ان الجهاز المناعي بتاعه ضعيف شوية فمقدرش يتعامل معه التعامل القوي فحصل ايه حصل ان الكادمة دي عملت ميكروب والميكروب ده وصل للعض طيب يحصل ايه بقى يحصل ان الولد يجيله قلم شديد في المكان اللي فيه القبطة او يكون هو عنده دور برد جديد او عنده مشكلة عضوية وبيترتب عليها ان الميكروبات عنده تبقى ناشطة شوية فيحصل ان الميكروب بيلف في الجسم فبيوصل للعضم زي ما اتفقنا قبل كده وشرحنا في حلقة سابقة قلنا الدم اللي بيوصل للعضم بيوصل من طريقين ياما من الغلاف الخارجي ياما من ايه الشريين اللي بتخش عن طريق الفتحات اللي بتخش فيها من العضمة بتاعة ايه الفاخدة او الساق او المكان اللي بتخش منه طيب دخل الميكروب جوه تمام مفروض ان الجهاز المناعي هيبتدي يتعامل مع الميكروب ده بانه يبعت كرات الدم البيضة عشان تبتدي ايه تعترك معاه وتحاول انها تقضي عليه لو الجهاز المناعي ضعيف او الميكروب عالي بيبتدي يحصل ايه يحصل التهاب في العضم الالتهاب الحد بقى هيساوي ايه هيساوي ارتفاع في درجة الحرارة هيساوي قلم شديد الحرارة مبتنزلش مان ما ياخد حاجات خفضة للحرارة مفيش في وجع موجود في المكان اللي هو فيه القلم ممكن اعمل اشعة على الولد في اول اسبوعين ملاقيش في حاجة لانه هو طبيعي ان في اول اسبوعين مبانش ممكن انا اعمل اشعة بالرانين هتبين التغيرات اللي موجودة جوه المصورة بتاعت العضمة نفسها وبداية ظهور ايه الميكروب يبتدي بعد كده درجة الحرارة بتاعها ما بتنزلش اعمل التحاليل بتاعتي الاقي ان سورة الترصيب عالية الاقي كراسة الدم البيضة عالية وممكن الاقي فيه انيميا موجودة والاقي ايه فيه اللي هو محدد للتهاب برضو عالي طيب اجي بعد كده اشوف الولد الاقي الجزء المصاب عنده هو مش قادر يحركه وممكن يكون تاني عشان يديله اكتر وضع مريح مايأثرش على الوجع او يزود الوجع اللي موجود طيب بعد كده انا ببتدي الاول في الطفل ده ببتدي معاه بالعلاج اللي هو ايه بديله مضاد حيوي قوي وبتابعه طيب المتابعة بتاعت المضاد الحيوي او النوع اللي موجود احنا متوقعين دايما ان فيه نوع ميكروب ببقى موجود اللي هو مثلا نوع اللي هو الستاف اورياز ده ده نوع ميكروب ببقى موجود في الاطفال طيب بديله المضاد الحاوي المناسب له وبشوف طيب الولد اتحسن والامور هدت والموضوع كان بسيط وعدة وانا لحقته في الاول واول ما ظهر عنده ببقى امامته جابوه والقصة خلصت خلاص انا بقى بتابعه بالإكس راي بالاشاعة بعد كده عشان اشوف هل الحالة الحادة دي انتهت ولا الحالة الحادة دي تحولت لحالة مزمنة طيب الولد ما استجابش خلال 48 ساعة والحالة ما بتنزلش يبقى ده لازم هعمله اجراء جراحي لو الحالة لم تستجيب للايه بتاع ان انا هفتحه وهنضف الايه التجمع والدمه واللي موجود ده على حسب المرحلة بتاعته هل هو لسه خارج العضل ولا فعلا دخل جوه العضل حلقة سريعة بسيطة انا بحور بصاتها ان شاء الله مهم ان انا تعجب حضراتكم وشوف حضراتكم في الحلقة القادمة ان شاء الله سلام عليكم شكرا